بعد نشرها صورا جديدة تظهر بصامات إيران بهجمات بحر عمان الأخيرة تعلن الولايات المتحدة نشر ألف جندي في شرق الأوسط في إطار مواجهة التهديدات والاستفزازات الإيرانية في المنطقة التي تستادف الجيش الأمريكي ومصالح واشنطن هناك وفق بيان البنتاجون القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شانهان أفاد في تصريحات صحفية بأن جنود المقرر إرسالهم سيتولون مهاما دفاعية متنوعة كمواجهة الهجمات الجوية والبحرية والبرية كما اعتبر المسؤول الأمريكي أن الهجمات الإيرانية الأخيرة تدعم معلومات استخباراتية بالشأن سلوك طهران الذي وصفه بالعدواني لكن واشنطن بالمقابل لم تغلق باب التفاوض بقولها إنها لا تسعى للصراع مع إيران والليونة ذاتها بدت من الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي استبعد شن بلاده حربا على أي دولة وفي حين حذرت روسيا والصين من نشر القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في أيار الفائت موافقته على إرسال 1500 جندي ضمن ما وصفه آنذاك بالإجراء الوقتي وأن أهدافه تركز على الجانب الدفاعي ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة